السيد الكاظمي لا يمتلك كتلة في داخل البرلمان هو غير مسنود من أحد في البرلمان هو جاء نتيجة توافق توافق على مضض توافق اللحظة الأخيرة توافق حافة الهاوية هو الذي جاء بالسيد الكاظمي ولذلك التفريط بساحات التظاهر سيكون خطأاً ستراتيجياً كبيراً يقع فيه السيد الكاظمي ولذلك فيما لو كانت هذه التظاهرات حينما تستأنف ستكون عوناً له أو ستكون عبءاً عليه هذا يعتمد على طريقة إدارة هذه الأزمة بمعنى واضح من الاجتماع الأخير الذي تم في بيت السيد العامري أن القوى السياسية تريد من السيد الكاظمي أن يكتم التظاهرات أو يقلل من زخمها أو يمنعها لأنها تعرف تماماً أن المظاهرات موجهة ضدها بخاصة وأنها تقترب من استعقاق انتخابي لذلك إذا استجاب السيد الكاظمي لهذه المطالب يكون قد أخطأ الخطأ الخطأ الأكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر